اهلا بكم مشاهدين من جديد نبدأ النشرة من الشأن المحلي حيث باشرت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تنفيذ الحزمة التحسينية الأولى لتخفيف الازدحامات المرورية عند بعض التغاطعات وقال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف بأن الوزارة قدمت مشاريعها بصفة عاجلة للجنة التنسيقية حيث وافقت اللجنة على 11 مشروع عاجلا ضمن خطة قصيرة المدى وتأتي هذه المشاريع العاجلة كجزء من خطة أشمل لمشاريع شبكة الطرق الاستراتيجية الكبرى أطلقتها الوزارة نهاية الشهر الماضي بقيمة تصل إلى 1.2 مليار دولار أمريكي الممولة من برنامج التنمية الخليجي والتي ستحدث نقلة نوعية في شبكة طرق البحرين لاستعاب التوسع العمراني والتزايد في أعداد المركبات في خبر آخر أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تم تغطية الإصدار رقم 190 من سكوك السلم الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين وتبلغ قيمة الإصدار 43 مليون دينار بحريني لفترة الاستحقاق تصل إلى 91 يوماً تبدأ في 22 من فبراير الجاري إلى 24 من مايو 2017 هذا ويبلغ العائد المتوقع مشاهدنا لهذه السكوك 2.23% بالمقارنة بمبلغ العائد 2.16 للإصدار السابق بتاريخ الثامن والحش عشر من يناير 2017 علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 100% في شأن محلي آخر أكد رئيس لجنة تقنيات المعلومات والاتصالات بغرفة تجارة وصناعة البحرين أحمد بن هندي أهمية نظام التسعير والترقيم الدولي الباركود الدولي في عمليات الجرد والتخزين والتعرف على المنتجات وتيسير عمليات التجارة والتصدير والذي يعد مشاهدين من أكثر الأنظمة مرونة ويساعد على المتابعة الأولية للمخزون جاء ذلك خلال ندوة نظمتها لجنة تقنية المعلومات في الغرفة للتعريف بالنظام الباركود الدولي حيث يبين بن هندي أن نظام التسعير الدولي يوفر السرعة والدقة في تمرير المعلومات في نقاط البيع مما يؤدي إلى قلة الأخطاء الناتجة عن التدخل البشري فيما أكد الرئيس التنفيذي لمركز البحرين للترميز الرقمي رائد السماهيجي أن الباركود الدولي يضيف تحكما أكبر خلال عملية توزيع المنتجات وطبعا مشاهدين نظام الباركود الدولي يعتبر لغة عالمية للتجارة وتبادل سلع حول العالم وهذا يسهل التبادل التجاري ويقويه أيضا كما يقلل العديد من المصرفات التي تواجه المؤسسات والشركات حول العالم ويساعد النظام الدولي مشاهدين في قراءة الرموز التي توضع على البضائع بصورة آلية من خلال الماسحات الضوئية لزيادة السرعة وتسهيل التداول للمنتجات المختلفة وكذلك زيادة السرعة في عمليات التصدير وقفتنا الآن مشاهدين مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخارجية والعالمية مشاهدين النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل اليابان تسجل عجزا تجاريا بقيمة 9.6 مليار دولار في يناير الماضي نواصل النشرة مشاهدين من أداء البورصات الخليجية لهذا اليوم حيث أغلقت سوق دبي المالي عند مستوى 3560 نقطة من خفاض نسبته 1.2% متأثرة بضعف أداء طبعا أسهم قطاعات العقارات والإنشاءات الهندسية والاستثمار والخدمات المالية فيما تكبدت كل من أسواق السعودية والكويت ومسقط خسائر الطفيفة بتراجعات لم تتجاوز الربع نقطة مئوية في حين سجلت سوقي أبوظبي طبعا وقطر ارتفاعا بسيطا وصل إلى نقدر نقول 1% وبالنسبة لأداء بورصة البحرين مشاهدين فقد أقفل مؤشر العام عند مستوى 1320 نقطة بانخفاض نسبة 0.41% مقارنة بأقفاله يوم الاثنين وقد تداول المشاهدين المستثمرون في بورصة البحرين مليوني وتسعمائة ألف سهم بقيمة قدرها 546 ألف دينار تقريبا تم تنفيذها من خلال 69 صفقة وقد ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع البنوك التجارية والذي بلغت قيمة أسهمها المتداولة أكثر من 354 ألف دينار أي ما نسبته 65% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة شكرا شكرا شكرا